السلام عليكم الشاق المنتخب الوطني مشكل كبير يعاني منه المنتخب الوطني صراحة الاحتياط طغى على مجموعة من اللاعبين ونجد في المقدمة اللاعب حكيم زياش صراحة منذ عودته من المنتخب لم يلعب ربما لاعب فقط 5 دقائق وهذا مشكل كبير كذلك عبد الحميد صابيري أصيب بلحنة المتخب فمنذ عودته لفريقي سامب دوريا لم يعد رسمي وحتى في الاحتياط نادرا عندما يدخل كاحتياطي صراحة مشكلة كبيرة هذه الأدوى أصابت كذلك الحارس ياسيم بونو في المبارتين الأخيرتين سواء في عصبة الأبطال أو في البطولة الإسبانية لم يلعب وبقي على ذكة الاحتياط اللاعب أشرف داري كذلك بعد عودته من المنتخب فقد الرسمية في فريق بريست ولم يلعب للمبارتين الأخيرتين وربما لن يلعب وقت طويل لأن فريقه انتصر في غيابه لعب غانم سايس كذلك فقد الرسمية مع فريقه بيسكتاش التوركي ربما بسبب الإصابة ولكن هذا مشكل سيواجهه في كأس العلم بنقص التنفسية اللاعب نايف أقرد أو اللاعب أصيب ولم يلعب لمدة ثلاث أشهر وأظن أن الجاهزية مستحيل أن تكون حاضرة في كأس العالم رغم أنه رجع مؤخرا اللاعب سليم الأملاح الذي كان رسمي في فريق ستاندرد الياج هو فقد الرسمية وأصبح يدخل كاحتياطي في المباريات الأخيرة بالمقابل نجد أن اللاعب مزرعوي فهو العكس أنه مؤخرا بدأ يلعب بشكل رسمي وأظن أن هذا سيعوده على نقص التنافس في بداية الموسم الذي كان يكون حتياطي اللاعب أناحي كذلك يلعب رسمي ولكنه غالبا لا يكمل المباراة وهذا دليل على عدم الجاهزية مئة في المئة اللاعب كذلك في خط الهجوم ريان مي فهو كذلك فقد الرسمية وأصبح يدخل المدرب فقط في مباريات الاتحاد الأوروبي كذلك صراحة افتقد حاسة التهديف كثيرا هذا اللاعب الاستثناء في المنتخب هو اللاعب أشرف حاكمي بجاهزية مئة في المئة فهو دائما حاضر في مباريات باريس جرمان كذلك اللاعب سوفيان بوفال الى حد ما فهو دائما رسمي في صفوف فريقه انجي رغم انه يخرج احتياطي لان ربما بوفال نعرف جميعا انه لن يستطيع اكمالتين دقيقة كذلك اللاعب سوفيان مرعب فهو من اللاعبين الذين يلعبون بشكل رسمي وذائم الحضور في تشكيلة فريق فيورنتين الايطالية وفي الاخير ما هي سعونا الا ان نتمنى حد موفق للمتخد وطني في نهاية كس العالم والتغلب على هذه الاكراهات وعدم جاهزية لاغلب اللاعبين شكرا على المتابعة والى لقاء اخر باذن الله اشتركوا في القناة